هنا في معهد إزمير العالي للتكنولوجيا في تركيا يسعى علماء أتراك لإطالة عمر بطارية السيارة الكهربائية في حال شحنها بشكل سريع وذلك عبر تطوير تصميمات تتعلق بتبريد البطارية وهو الهدف الذي يشغل العلماء في هذا الصرح العلمي بغية استخدام تلك السيارات في خدمات النقل داخل المدينة التي تواكب العصر الحديث الاتجاه إلى المركبات الكهربائية تزداد وسيساعد المشروع على أن يستغرق شحن سيارتك الكهربائية وقتاً أقل والتخلص من جميع المخاطر المتعلقة بالسلامة في حال ارتفعت درجة حرارة البطارية بشكل كبير كما نهدف إلى تقليص احتماليات انخفاض المسافات التي تقطعها المركبات الكهربائية بسبب الشحن السريع بمشاركة ثمان عشرة جهة من ثمان دول ينطلق هذا المشروع الكبير بعدما تلقى معهد إزمير دعماً من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تابع لأكبر صندوق بحثي مدني في العالم وهو مركز أفق بموازلة تقدر بثمانين مليار يورو سيتم العمل على تطوير الأبحاث وتدريب العلماء ضمن المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي وسيعمل المشروع على زيادة قدرة تركيا التنافسية في قطاع المركبات الكهربائية على المدى البعيد ووفق المعهد العلمي فأن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على مكانة تركيا واقتصادها كما أن الحصول على التمويل من المصادر الدولية يسهم في إثراء العلوم في البلاد التي تسابق العصرة لتتبوأ مراكز متقدمة في صفوف الدول التي يشكل تطور التكنولوجي نمطاً أساسياً من أنماط الحياة فيها ترجمة نانسي قنقر